عائلة يوسف يا مرحبا بكم في هذا الفيديو التحليلي لنهائي كوبا دير ري كأس المالك اللي اتوجدت ببرشلونا نعم يا حبيبي ومبروك الجماعير البلوغران في مكانه في هذه الكورة الأرضية آسيا إفريقيا أوروبا اللاتينية أمريكا الشمالية في مكنتو مبروك عليكم يعني هذا الكأس ومبروك علينا هذا الكأس بعد الصيام 700 يوم يا 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 لهذا الرقم 700 يوم ببرشلونا مازدت شي كأس وبكل فراحة ميسي كيرفع أول كأس رسمية ليب جماعينا والقائد قبل ما ندخلوا في التحليل اللي وقع في المباراة أنا بدنا نظر على شيء اللقاطات وقعوا في المباراة بدنا نعودهم لكم ربما تكونوا ما شفتوهم لأني أنا كنشوف ما تحت السيطار اللقطة اللي غادر فيها ببيكي الأول اللقطة والحضن دياله الكومان اللي اللقطة تبيل لك مدى هاد الحزن وهاد الأسى وهاد الغمة اللي كيين على قلوب اللاعبين المدرب والجماهير اللي حسو بي يلاعبين وقمان بعد مما خرج ببيكي وعنقه كتحسبو أحد الفرحة بناته ومراه رمي ممكن تتوصف كمك رخصة تشاف سر شوف أحد خرج ببيكي وشوف العين اقتعه مع كومان رغات تفهم هاد تفهم شنو هاد الحزن اللي كين مسيطر على برسلونة بعد تلك الريمونطادات وقع ديالغمات المتات اللقطة التانية بعد مساءلات المباراة شفنا ميسي كمشي كي احد من اللاعبين في اللقطة فاش حضن ديست مشى عن ديست كي حيية شف اللي اللاعبين بدأوا يقولوا كمبيوني كمبيوني شوفوا اللقطات عن مسيكي فاشدروا ديست عنق ديست ومشو كي يجرروا كي يبين لك بلاد مسي يدري ميسي المهم عنده فريمو كي ياخذ الفلوس خمسمية وخمسة 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 وكي كامل ولكن حتل ذاك الرغبة دياله باش انه يفوز وز الكاسب يشطح و القصص كتبيني بانه عقليته بقى صغيرة والله العقله بقى بروش ميسي بقى بروش في عقليته صغير شفت كي يغني ومشي كي يجرر بحلش يدري صغير والله يدري صغير وبقول صراحة هذه اللقطة التانية اللقطة التالتة فاش بدأوا الاحتفالات ايضا تصويرها لحتة في المينياتور فاش بدأوا الاحتفالات كي يجرؤوا الاحتفالات عن برشلونة برشلونة انتقاما 10 انتقام يعني انتمار اتظارتوا غير بثلاثة جوجو في مباراة طرد فامي السيواري 4 والحاكم حرومهم ، وكانت تكون ليلة سنتجل بيلباء وستجل فرقة اخرى يعني بتذكرها ولكنه لم يكملها اللقطة لهم لانتقام اليه سوف احتفالات برشلونة بحصرا وميسي كي يشوفه براكم الاحتفالات عن برشلونة القليل لن يكونوا رفعواته وعاد لدينا اللقطة ميسيز الكاس وعطالي الماليك وعندنا بلا بورطا وعندنا أيضا ميسي فشع النقي يعني كوما وعندنا اللقطة بزاف اللقطة أيضا مريبة دينبيلي إن صفاتي أيضا أمتيتي ربعاهم يعني هزوا الكاس وتصوروا صورة دي لهم أيضا اللقطة لميسينا دفعه على بوسكيت سوز مع الكاس وش هي رسالة أنه راه ولا يكون القائد من بعد دراس أرحل أم هي فقط يعني نفس اللفتة اللي كان دار يعني تشافي مع إنيستا أو أو تشافي مع أبيضان فاش كانوا يعني بجوجهم تعاونوا على الكأس يعني لقطة أيضا تحسب الفرحة أخودي الفرحة الفرحة تشني باش نتقم من فريقة صاحبي اللي يضربك وقصاك وبالزافة المتشائمين كان لدينا كتاب كتاب على الفيديوهات ديالي من نموء الشخص صديق القناة اللي اسميته أبو عائشة أو لما ملعت الشخص من مراكوش ها أنت يا أخي نقول لك حيق التشاؤم ها وعلى الأقل مخرجوش بموسم صفري على الأقل كأس جابوا الليقا أهلا ومرحبا ما جاتش الليقا على الأقل لدي الفريق كيستاه الكأس الدرالي كيستاه لدي الكأس فرحوا بالهم وعلى رأسهم تشتيغن كيستحقد الكأس ديون كيستحقد الكأس مين جيزا كيستحقد الكأس ديست كيستحقد الكأس بيدري كيستحقد الكأس ميسي كيستحقد الكأس اللي يقول لك للمتخادل هوا في النهائيات سجل هدفين كل هدف ينسيك في الثاني يعني بكل صراحة بزفت اللاعبين أخوتي موريبا أيضا بزفت اللاعبين أخوتي بيوم يستحقوا هذا الكأس باش يتوجوا هذا المجهود اللي يقدم مع كومانو أيضا كومانو يستحق هذا الكأس علش يستحق هذا الكأس لأنه جاء في الحطام ومن الحطام صنع لك أمل صنع لك طريق نعم زقنة شامبيونس ليج ضيئة الكلاسيكو ولكن باقي الطريق طويل فيه في كبالك فيه بزفتة النور أول لفتة يعني في ذلك النور هو الكأس الملك هذا اللقب لي بزفت الناس كيستهز أميه وكان فارق دار يعني احتفال في مدريد وخرج وهرسوا الكاس يعني وعبي فارق وقال لك يعني هم اددروا ذلك لهايلة لكاملة وقال لك فصل برصة لعبات عليه قال لك الكأس يعني هاوي كأس على علاقة لما عنده التشيق قيمة وانتاني ما عندك التشيق قيمة نسيدي ايش ندرتي نسيدي ايش ندرتي وبكل صراحة اليوم كومانو اعجبني صراحة في الخطة بغض النظر على ان الشوت الأول يعني ما مش فينش فرص خطيرا يعني فرصة لي كان ديونج لي يضربيه القائم ولكن طريقة لي لعب اليوم انا اعجبتني صراحة وتعلم من مباراة الكلاسيك وشاف بان دينبيري في الفرق اللي تغطي الدفاع اللي بيل بورا بحل ريلا ما دريت في الطريقة اللي تغطي الدفاع فمنكش تلعب دينبيري لانه غوص في الدفاع وبالاخص انه مازال في الشوت الثاني كنخصو يدخل بعد مما برشنة سجلات جوجت لاته كنخصو يدخل علاش لان بيل بوراو خرجو بغي يجيبو البيت خرجو بغي ماركي واصلا تلفو خرجو من تركيز فالبداية موفقة جدا في الشوت الثاني ولكن في الشوت الثاني اللي اضافت ان برشنة سجل هي التقدمات او الامدادات والسرعة ليولاد لان في الشوت الثاني لا كانت سرعة نعم برشنة انت تستحوض كي يوصلوه تونائيات كي يوصلوه احتلل النصف على الملعاب ديال بيل باو وكتقطع الكورة او كتا كيف انا نقولك مكتصنطراش يعني عرضيات مديس تزوينين او حتل اختلاقات تعمين جيزة اللي كان هو الحلقة الرئيسية فهذه الخطة اللي اليوم خدع بها بيل باو لماذا خدع بها؟ لانه خلع ابتدت القلوب الدفاع مينجيزة لم يكن مدفع في الشوت الثاني لماذا مينجيزة لم يكن مدفع في الشوت الثاني لانه كان مكان القواني في مربع العملية دائما كي ساند يعني ديستو كي ساند ميسيو كي ساند بيدرو كي ساند أيضا كريزمانو ديونج يعني بحلل خمسات اللاعبين يوصلوه في مربع بيل باو يرجع لبين القلوب دفاع ويسقط ويصنع اللاعب من الخلف دوره فقط واضح وأيضا مينجيزة لما تقطع الكرة يرجع ويقول لي عدتين مدافع يعني مينجيزة اليوم بدنيا كان أسطوريا وجوميا دفاعيا أيضا بيكي اليوم اللي اعتوا حد تيقاف الدفاع وكيفاش كي يدرمع لانجليا كيفاش كي يدرمع مينجيزة كيفاش كيتواصل معهم كيفاش كي يرجع الكرة بوحد تباتة يعني بوحد كيفاش نقولي كي يخرج الكرة بوحد السلاسة ما يخليش الأمور تتصعب عليه أيضا وجور دي قربة اليوم اللي مبدع صراحة في التحرك وفي طالب الكرة هذاك ما ندروش عليه كي يدر أغلاط في الدفاع ولك اليوم ما كانتش أيضا بيدري اليوم اللي يلعب شمال يميل يحرك يزغرت بالكرة والكرة اللي ضيع في الشوت الثاني يعني كانت كفيلة بأنها يعني تكون أجمل ببيدري مع برشان يعني أسطوريا مينجيزمان كي ضربة أرضية على طريقة ميس سيكتس دل الحارس أيضا دي يونغ اللي أراه أنا صراحة اليوم ثلاثة نجوم مباراة اليوم عندك ميس سي تابعه دي يونغ تابعه جوردي ألبا هذو ما نجوم مباراة وغريزمان ويعني بترات وبيع كلهم أساطير اليوم ولكن هذو التلاتي لماذا؟ ميس سي لأنه اليوم كان هو شان نقول لك هو الحل في الهدف لأن الهدف اللي هو كيف يشبدأ؟ الحل من عند ميس سي لميس سي العب واللعب دي يونغ أو ديست أو دي يونغ بق العرضية لغريزمان يعني متتابعة الأولى يعني أضاعها غريزمان بغرابة شديدة جدا ثانية لم يضيعها سجله يعني الحل من عند أقدام ميس سي بأنه كان هو ما قبل الأسيست الهدف الثاني انظر يا حبيب ماذا فعله هو دي يونغ أبدع هو دي يونغ أبدع 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 لماذا؟ تلعبها تق 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 مشيت عن جوردي ألبا جوردي ألبا رفعها ميس سي يعني كيف ما نقوله هي ملعوبة من عن جوردي ألبا ملعوبة لميس سي يعني نية جوردي ألبا أن أعطي الكورة لميس سي ولكن بما أن المدافع غطى على ميس سي وكيف ما نقوله أسقط الكورة بالصدفة مرت إلى دي يونغ يعني لماذا دي يونغ يضربها بالرأس؟ أي لاعب مكان دي يونغ في كل اللقتي يقدر يضربها يزلح لق برجلية يقدر باش أنك توصل إلى الكورة هابطة وتقرر أنك تهبطت ضربة بالرأس فهذا كتبين أنك دكي الكورة دي الرأس مجي بحرز الرجل لا تجيس لك الكورة لا تجيس مبساطة في الرجل تجيس تفلوتها وتمشي خارج الملعاب أو الرأس تحكمها أنها تمشي تشيبك فلعب هو كما نقوله لعب المضمون لعب المضمون دي يونغ تجد لك الهدف الثاني أو الذي قتل المباراة؟ هدف دي يونغ قتل المباراة صراحة بعد منك يجيك هدف مدرس هدف كيف يرجع التسعينيات ألفين وتسعة و ألفين و أحدا عشر تلعب على ريال مدريد عشر دقائق 11 دقيقة بدون لمس الكورة هدف السجل هدف الثالث لتلعب تخيل معي أني أريد أن نحسب لك التمريرات سيطلعون الإحصائيات نبعد و ستحسبون أنا أظن أنها أكثر من مئة تمريرة أكثر من مئة تمريرة شوية عدروني والكورة ما قطعت من بالفض تخيل معي يعني زينة تمريرات و في الأخير تسجيل هدف بطريقة تبدع الروعة 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 سيطلع مستعر صاحب الكورة سيطلع ميسي يظهر أن مستعر الهدف سجل هدف ما يبدأ هو بوسكيتس بوسكيتس اللي بدأ بوحد تمرير اخوتي انا كنقول البوسكيتس عتل ديست سرح كنتفرج ونقول اي عتل ديست يعني ديست كين فؤاد الموقع زوين بوسكيتس لا كيشوفش الوجه ما كنشفه مش حنا يعني ضرب الوسط للعنق الدفاع يتعابل بو كامله بتمريره من بين اقدامي وخليه ميسي فعل كل شي اعطى دي يونج دي يونج حط الاسس للقريزمان هدف اسطوري هدف اللول وشتحاد يا القريزمان بكل صراحة اخوتي ليموا مباراة للتاريخ وبالاخص الشوت الثاني لان كذب ما قلت لكم شوت لول كانوا يتحركوا السوميس مستحودين وكل شيء ولكن الخطورة مكانتش بالباو مصمعات ولا خطورة في شوت لول ولكن في الشوت الثاني ولا تسرع اللي كانت نقصة السرع اللي كانت نقصة السرع اللي كانت عن جوردي ألوى بيدري ايضا يستلم الكرة ولا يبقاش يفكر في التمرير ولا يبقاش يختارك بالفرصة اللي جات ولا يبقاش يلعب ونقول لك ايضا غريزمان بالرغم من ان يقول لك اللي لا يتحرك ماديو لكن الاماكن اللي التي توجد فيها غريزمان دي ما تكون فيها الخطورة وبكل صراحة هذا الشي اللي وقع عبرشلونا تستحقد الكأس لان دعني عانات فيه في نريمونتا داع غراناداش في نريمونتا داع إشبيليا استحقوا هذا الفرحة اليوم وكيف ما قلت اللي جا جابوا ومرحبا ما جابوا على الاقل ما يخرج بموسم صفري وربما هذا الفرحة اليوم تقدر تكون السبب يتخلي ميسي في برشلونا نعم تقدر تخليها الدراري الى انتظار ماذا سيحدث في الليجة حساب ريال مادريد بعد المباردة هنقهم بهذا الكأس فمبروك على البرشلونيين وكيف ما قلنا كومان يستحقوا علش بدك يحرك بدك يبين بدك يبين كان هنا افكار الدراري كان هنا افكار بالرغم من ان ما زال ما كينش رأس حربة وما زال ما كينش يعني قلب مدافع يعني صلب يعوض بيكي لان بكل صراحة اليوم ميغز غير عوضو ولكن ارى وخو الانقليد مستوى متدبد يبكي طلعوا تبغي المحب فقط ارى وخو الانقليد جديد ولكن ما زال ما زال مبروك 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 لازال ضع كوبة الي ماريكا السلام عليكم شكرا